موسيقى اهلا ومرحبا بكم اعزائي المشاهدين وانا التقيكم في حلقة جديدة برنامجكم حديث عراقي في هذه الحلقة سنتوقف عند تصريح لما يسمى رئيس الجمهورية الحالي عبداللطيف رشيد طبعا هذا الرجل وهذا ليس حديث شخصي عنه لكن عندما تسأل كثير من الأخ والأكراد عنه لا يعرفونه منعزل وبعيد عن الله وجاءوا به لا أعرف كيف يعني هذه المحاصصات الطائفية والعرقية التي جاءت بكثير من الناس يعني هو ما كان يفكر بهذا الموضوع جاءوا به رئيسا للعراق وهو يعني نظرت للعراق نظرة دونية الحقيقة نظرت للشعب العراقي هو هو يقول لها وليس من عندنا هو يقول أنه لا تجعلون العرب يتحكمون ولا يحكمون في أي مكان لأن العرب قتل غير منصفين فاسدين مخربين مدمرين كل الصفات السيئة يصف بها العرب وهو يعرف ونحن نعرف والكل يعرف أنه أكثر من 95% من العراقين أكثر 97% من العراقين ويقول 95% من العراقين هم من العرب وهو اليوم رئيس هذه الدولة التي فيها 95% من العراقين هم من العرب وهو من قال عنهم هكذا فكيف يمكن أن يكون لرجل هذه نظرة الدنيا عن الشعب أن يكون رئيسا لهذه الدولة عموما رئيسا لجمهورية التي تسمى جمهورية العراقية عموما هذا الرجل يقول قبل أيام الأسبوع الماضي في لقاء مع وكيلة الأمين العام الأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام جاءت للعراق والتقى بها فيقول لها بالنص هو التصريح التي توقف عندها في هذه الحلقة يقول لها الوقت الطويل الذي استغرقته فترة الانتخابات وتشكيل الحكومة كانت لها نتائج إيجابية الله أكبر شوان هذه النتائج الإيجابية يقول من خلال تشكيل حكومة تمثل العراقين وخلوا مليون خط تحت تمثل العراقين وهناك سعي حقيقي وسنعود لها طبعا وهناك سعي حقيقي من قبل الأطراف السياسية لإقرار الموازنة بشكل عاجل يعني كيف يمكن لمن يسمي نفسه رئيس الجمهورية أن يقول أن هذه الحكومة تمثل العراقين كيف أنت تتحدث عن ناس مغيبين أنت تتحدث عن العراقيين والكل يعرف أن هذه الانتخابات الأخيرة التي جرت في تشترين الأول عام 2022 السنة الماضية في الشهر العاشر لم يشارك بها قاطعها أكثر من 85% من العراقين الذين يعق لهم التصوير دعكة من أمريكا ومعرفون الأمم المتحدة وهالكذبة شاركوا بها 40% كذبة والكل يعرف أكثر من 85% من العراقين لم يشاركوا في هذه الانتخابات قاطعوها واعتبروا ذلك رسالة واضحة لمقاطعتهم للعمل السياسي والانتخابات طيب اللي شاركوا لا يتجاوز عددهم من 13 إلى 14 حتى لو 15% ومن فاز بهذه الانتخابات وهي من شارك بها ميليشيات وقوة أمنية وقوة حزبية تابعة لأحزاب السلطة العملية السياسية حتى من فاز بها انسحب والتيار الصدري والذين خسروا هم الذين شكلوا الحكومة فكيف لمن خسروا الانتخابات لمن خرج عليهم الشعب العراقي بتظاهرات كبيرة وقتلوا الشعب مهم الميليشيات نفسهم قتلوا الشعب في ثورة تشرين قتلوا أكثر من ألف شاب وجرحوا 30 ألف واختيالات واعتقالات ومصائب كبيرة وطرف ثالث وكارثة كبيرة في الناصرية وفي بغداد والنجف وكربلة وبالديوانية وبالكوت وكل مكان وبالبصرة وبالعمارة كل مكان قتلوا كل هؤلاء وبالتالي شكلوا الحكومة والناس ضدهم وحرقت مقرات أحزابهم وطردتهم هل هذه الحكومة التي شكلت من هؤلاء تمثل العراقيين يا رئيس الجمهورية يا سيادة الرئيس هل تمثل هذه الحكومة مثلما تقول أنت لوكيلة الأمين العام الممتحدة للشيون السياسي وبناء السلام أن هذه الحكومة جابت لنا الخير لأنه هذه الفترة التأخيرية وجابت لنا خير وشكلنا حكومة تمثل العراقيين هل تمثل العراقيين فعلا على من تكذبون أليس عيبا هذا يعني هل لمجرد هذا الرئيس الذي يعتبر نفسه رئيسا وقاعد الآن بالقصر ويعتبر نفسه رئيس للعراق لمجرد أنه ذهب للبصرة إلى وقاعد بملعب البصرة وشاف مباراة من مباراة الفريق العراقي الكاس الخليج العربي يعتبر نفسه رئيس للدولة وتظهر المشاهد حتى عندما يصفق ينظر إلى الآخرين إذا يقفون ويوقفون ويقف مثلهم هل لأنه يعني مثل ما يقول الحديث العراقي الآن صورني وأنا ما أدري عندما صوروه وهو يشاهد يعني شاشة التلفزيون في دافوز وهو في دافوز لمباراة الفريق العراق هذا يثبت أنه هو رئيس للعراق ومحب للعراقيين وهو عندما استقبل الفريق العراقي بسلمه الكاس ومعرف شون يعني هذي هو رئيس العراقيين ويحق له أن يكذب بهذه الكذبة ويقول أن الحكومة تمثلة العراقية يعني الحقيقة من يمثل العراقيين حكومة التي تمثل العراقيين هي الحكومة التي تخرج من رحم الشعب هو يعرف وإذا كان لا يعرف ومصيبة على الأقل يسكت لا تتحدث هذا الموضوع أنت مطلبون عندك تتحدث هذا الموضوع لأنه هذا الموضوع كبير ومعيب جدا والمنصب اللي يخليك به ما منصب تشريك لا أكثر يعني منصب ديكور ليس أكثر لأنه بالتالي أنت عندما تقرأ هذا الدستور المسخي اللي موجود ستجد أنه يعني لا وظيفة لرئيس الجمهورية سوى الزيارات والاستعراضات وهو مناجح به طبعا من أول يوم ما يعرف وين يروح هذا واقع الحال فبالتالي يعني تمسك بهذه بهذه فهمون أنتوا دستوريين وتحبون الدستور وهذا الدستور اللي العتيد اللي تؤمنون بي تمسك بالدستور شنو وظيفتك بالدستور تروح الصبوح ما عرف كل بالسبوع مرة الشهر مرة تلبس قاطك وتقول بالقصر حقيقة هاي وليس أكثر لأنه أنت تؤثر على السياسة تؤثر في الناس لديك قدرة على الموافقة على مشاريع ورفض مشاريع والقبول وخطابك تغير الوضاع يعني صاغة ودستور بمناصب معينة مجرد هياكل مجرد ديكورات وهذا الديكور اللي واضحيك بيه اكتزم بيه وانتهى القضية أما أن تقول أن حكومة تمثل العراقيين وتشكيل حكومة تأخر لكن نتائج الإيجابية شنوه النتائج الإيجابية؟ صراعاته قتل وصلنا إلى إلى الميليشيات تتقاتل في المنطقة الخضراء اللي بيها السفارات وبيها مقر الحكومة والبرلمان تتقاتل القوات العسكرية والأمنية لا تتدخل هي هاي النقاط الإيجابية؟ النقاط الإيجابية الميليشيات تستعرض في بغداد ولا أحد يستطيع أن يمنعها؟ هي هاي النقاط الإيجابية؟ من يتحدث بكلام عليه أن يعرف حجم هذا الكلام بواقع على الأرض لا نتحدث به هكذا على عواهنه يرميه وخلص لأنه رئيس الجمهورية هذه تسمية لدول رئاسية من التحدث رئيس الجمهورية وغير حكومات وغير قوانين والناس تنظر إليه بعين كبيرة أما أنت يا رجل تحدث وبكذب تقول حكومة تمثل العراقيين هناك سعي حقيقي يقررهم أي موازنة وأي مصيب أهل العراق من ضيم إلى ضيم عشرين سنة من الكارثة التي تكبر يوميا ما لا علاقة لا بنظام سابق ولا بنظام ملكي ولا جمهوري ولا أنتوا دخلتوا العراق بنفق مظلم مصيب وساعدتوا الأمريكان اللي أرادوا هذا المشروع والإيرانيين بلد تتغول به الميليشيات تتغول به إيران وأمريكا وهي من تصنع حكومته وأنتوا تتحدثون عن حكومة تمثل العراقيين إذا كانت هذه الحكومة تمثل العراقيين فلا يعني فلا عزاء للعراقيين عموما عزاء المشاهدين وقت هذه الحلقة قد انتهى أترككم بخير ولتقيكم في حلقة أخرى لذلك الحين استودعكم الله والسلام عليكم موسيقى موسيقى